بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية أعلنت شركة أمنية عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مدونة The Eight Log للكتابة لطلاب الجامعات الأردنية وأشارك في المسابقة التي أطلقتها أمنية بداية تشرين الثاني الماضي العشرات من طلبة الجامعات الأردنية حيث تأهل منهم خمسة طلاب للمرحلة النهائية وفي المرحلة النهائية أعلنت اللجنة عن فوز سجى عمر بالمركز الأول وفي المركز الثاني فازت ألاء الحموي في محلة أمل أبو الرشتة في المركز الثالث وخلال الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الطلبة الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى وذلك بحضور ممثلين عن الجامعات الأردنية وصحفيين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي هي منصة معروفة وفي كتير ناس بيقرأوا من خلالها وهي المكان مناسب لأنشر فيه المقالات ومقالات جاية إن شاء الله نحن نشكر أمني في البداية على ثقتها ودعمها للطلاب هاي المسابقة هي كانت مسابقة لدعم الشباب على أساس يكتبوا محتوى عربي طبعا إحنا كنظرتنا كشركة إحنا من البوادر اللي عندنا الأساسية هي إثراء المحتوى العربي دونت أمنية أطلقناها بداية العام وكان الهدف أنه إحنا عم نحاول نعمل مبادرة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت لأنه لقينا أنه المحتوى عربي على الإنترنت قليل جدا مقارنة بالإنجليزي ولقينا أنه في حاجة للشباب أنهم يلاقوا يبحثوا عن المعلومات بلغتهم اشتركوا في القناة